وجود السلطة الشرعية في خطر فمثلما تخلت تحالف السعودي والإماراتي عن دعمها عسكريا يتركها اليوم تواجه حرباً اقتصادية هي الأكثر تهديداً لوجودها تحذير أطلقه تقرير بحثي مما أسماه حرب الموارد الاقتصادية مطالباً للحكومة بالضغط على السعودية والإمارات للخروج بتشكيل حكومة مصغرة تتولى إدارة الملف الاقتصادي بعد تسعة أشهر من توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير أبدى مركز المخى للدراسات تخوفه من أن تتجه الحكومة إلى استخدام الاحتياطات والأرصدة السائلة من العملات التي يمتلكها البنك المركزي في البنوك العالمية واستنزافها لتغطية نفقاتها التشغيلية وتأمين الواردات مما يشكل ضرراً بالغاً بحق الأجيال القادمة في الطرف الآخر تواصل مليشيا الحوثي مساعيها لتعزيز مواردها وبعد أن منحها المجتمع الدوري حصة كبيرة من الموارد الضريبية والجمهوركية نتيجة السماح بتوجه السفن إلى ميناء الحديدة تسعى اليوم إلى توسيع نشاط هذا الميناء تقول المليشيا إنها تلقت وعوداً إيجابية من قبل نائب المبعوث الأممي إلى اليمن بالسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش وأن تجري هذه العملية في الميناء ذاته كل ذلك يكشف طبيعة التحول في المواقف الإقليمية والدولية إزاء ما يجري على الساحة اليمنية فبدلاً من أن تكون المليشيات هي المحاصرة باتت الحكومة تعاني من التضييق لصالح كيانات مسلحة شمالاً وجنوباً يجري اليوم تمكينها من قبل تحالف جاء بهدف إنقاذ الشرعية وإنهاء الإنقلاب فيما يدفع المواطن الثمن باهضاً في ظل غياب الخدمات الأساسية وتوقف المرتبات وضعف المساعدات الإغاثية